الرئيس الامريكي جو بايدن يوقع على مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي اقره الكونغرس الاسبوع الماضي ليصبح قانونا يتضمن مبلغا قياسيا بلغ 886 مليار دولار للانفاق العسكري السنوي وسياساته اقرار قانون تفويض الدفاع الوطني الذي بدأ منذ عام 1961 هو احد مشاريع القوانين الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام اذ يحكم القانون كل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات ومساعدات اوكرانيا ومواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادئ وصولا لشراء السفن والطائرات القانون الحالي اقر زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2% ورفع اجمالية ميزانية الامن القومي للبلاد بنحو 3% كما اقر مبادرة المساعدات الامنية لاوكرانيا حتى نهاية عام 2026 اذ وافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لكييف في السنة المالية المنتهية في الثلاثين من سبتمبر عام 2024 والسنة التالية وهو رقم ضئيل جدا اذا مقرنا بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه في وقت سابق اشتركوا في القناة